موسيقى عادت تصريحات قائد القيادة الوسطى الأمريكية جوزيف فوتل خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أمس لتثير التساؤلات بشأن الخيارات الأمريكية في مواجهة إيران الجديد في هذه التصريحات حديث المسؤول الأمريكي عن منطقة رمادية تقع بين حالة السلم الهش واحتمال النزوع إلى الحرب تؤكد كل المؤشرات أن زمن الفلتان من العقاب قد انتهى وأن واشنطن تأخذ الخطر الإيراني على محمل الجد وإن لم تتضح بعد سبل التصدي له وسنياريوهات ومواجهته دائما يبدو الطبق الإيراني على المائدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب وساخنا حد إمكانية أن يحول إلى نار ذلك الدفء القليل الذي عشته العلاقة بين واشنطن وتهران في أعقاب الاتفاق النموي إلى هذا المحقائد القيادة الوسطى جوزيف فوتيل خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس حين قال إن على الولايات المتحدة البحث في فرص عرقلة إيران بأساليب عسكرية أو غير ذلك بتمثيلها أحد أكبر الأخطار المهددة لبلاده ومواصلتها لعب دور زعزعة الاستقرار في مناطق نفوذه برر فوتيل خلاصته فيما أسماه منطقة رمدية تعمل إيران قال الرجل والمنطقة الرمدية بشرحه هي ذلك الهامش البسيط الذي يمكن أن تتحول فيه المنافسة بين الدول إلى حرب هي تسهل وصول المساعدات العسكرية وتعمل من خلال القوى البديلة كان ذلك ما عدده فوتيل عن إيران مفصلا ما يحدث في اليمن والعراق كنمادج في اليمن تحدث عن محاولة عسكرة إيران لباب المندب من خلال الحوثيين وعدد ثلاثماء اعتداء على البحرية الأمريكية وغيرها لعام الماضي فقط في المياه الدولية وفي العراق تمثل مصدر القلق له في مائة ألف عنصر يقاتلون في الميليشيات الطائفية المدعومة من الملالي فيعقدون الوضع تعقيد تراه واشنطن منسحبا على ملفات أخرى ففي سوريا تمثل إيران عقبة أمام المضي إلى الأمام قالت مبعوثة واشنطن إلى الأمم المتحدة في حديث انسجمت فيه مع مقربة رئيس مجلس النواب الأمريكي بور رايان الذي دعا إلى إدراج الحرس الثوري على لوائح الإرهاب يواصلون دعم ديكتاتور دمشق يسلحون التمرد في اليمن ويدعمون المنظمات الإرهابية من بغداد إلى بيروت هدفهم الهيمن الإقليمية وهذا يؤدي إلى انعدام الاستقرار وسفك الدماء في العالم برمته تقارب التصريحات لغات حرب توقع البعض أن تبقى كلامية لارتباط الدولتين باتفاق رعاته دوليون لكن أن يبدأ ترامب عهده بإدراج إيران دولة أولى في قرار منع السفر وإنعلق وأن يتبعه بعقوبات متدرجة على أفراد وكيانات منها وأن يمضي أفريقه يوميا في جمع ما يؤكد على انتهاك تهران للاتفاق النووي وعدم استفادتها من فرصة لا يراها ترامب في صالح بلاده يشي بأن شهر العسل قد أفل إلى غير عودة ومعه أيضا حقبة الإفلات من العقاب معنا من واشنطن الباحث السياسي الدكتور حسن هاشميان أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار أستاذي بداية برأيك ماذا يقصد فوتيل بالمنطقة الرمادية بين السلام الهش واحتمال النزاع المباشر أو الحرب نعم تحية لكم ولمشاهدي سكاي نيوز قبل أن ندخل في تفاصيل الفاصل بين الحرب والسلام في العلاقة الإيرانية الأمريكية أريد أن أرجع إلى المصطلح الذي استخدمه أول مرة في زمان آلمانيا النازية مصطلح المنطقة الرمادية وهناك كانوا يقصدون أن الآلمان النازية كانت تعدم السجناء وثم تحرق الأشساد حتى تعدم أي متمسك أو أي وثيقة تثبت الجريمة هذه الحالة وهذه السياسة كانوا يسمونها منطقة الرمادية يعني لديهم اعتقاد بأن النازية قامت بهذا العمل ولكن ليس لديهم وسيغة أو متمسك يثبتون الجريمة أيضا إيران تعمل في سوريا ترتكب جرائم ولكن تعمل تحت هذه الخطة بشكل رمادي في اليمن أيضا إيران لديها ظلوح هناك ولديها تواجد وتحرك ولكن تقول نحن ليس موجودين لأن تعتقد بأن هناك لا يوجد متمسك أو وثيقة تثبت هذا أيضا تقتل السنة في العراق تقمع الشعب اللبناني وإلى ما شابه صحيح سيد هجميان هي تقوم بهذا الدور عن طريق وكلاء أو وسطاء هذا يغطي عليه لكن في اليمن تحديدا فوتل نفسه يتحدث عن تسليم إيران صواريخ وهذه الصواريخ تهدد حرية الملاحة في باب المندب يعني يتحدث عن دور إيراني مباشر هنا وتحديدا بأن هذه الصواريخ لا يمكن أن تكون من صناعة الحثيين بالتأكيد هناك وثائغ وجاء على لسان ووتل أيضا أن على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والمؤسسات الأمريكية تركز على جمع الأدلة في هذا الموضوع يعني هم الآن يريدون أن يجمعون الأدلة في تورط إيران في اليمن في العراق ومكانات أخرى إيران لا تستطيع الإفلات من هذا الموضوع السيد أوباما وإدارة أوباما يعني كانت هناك إرادة في الغض النظر عن ما تفعله إيران ولكن الآن الوضع تغير هناك إرادة مختلفة موجودة في الولايات المتحدة في الإدارة الأمريكية في الكونغرس هناك تحرك جاد الآن في الكونغرس تجاه أي شيء تعمله إيران وإذا إيران تعتقد أن هناك نغاطة رمادية لحد يستطيع أن يكشف المتمسكات ويكشف الوثائق هي مخطأ لأن الآن الكونغرس هنا يقدم عقوبات جديدة والخطابات خاصة في هذا السبوع الماضي من يوم الثنين أين مثلا باب كروكير أيضا هناك بنجامين كاردين تحدثوا بنبرق غاضبة حول ما تفعله إيران طيب سيد هشميان إلى أن هناك وثائق موجودة طيب هذه نقطة مهمة الآن في تغير مهم يعني أولا الحديث بشكل صريح عن احتمالات الحرب هذا لم يكن موجود في السابق في عهد أوباما أبدا ولا مطروحي ربما اثنين نحن لا نتحدث عن الملف النووي الآن أصبح الموضوع عن الدور التخريبي لإيران في المنطقة وبالتالي موضوع الملف النووي بعيد عن هذه السجالات لكن إلى أي مدى يعني هناك أيضا كما تتحدث في الكونغرس في لوبي نسمع عن لوبي إيراني يعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية هل ضعف هذا اللوبي؟ فيما يرجع لللوبي الإيراني الآن هو في أضعف حالاته أولا لا يستطيع الوصول إلى الإدارة الأمريكية أيضا هناك احتفظوا ببعض الأشخاص مثلا السحر نوروزادة وهي كانت الساعي البريد بين حكومة أوباما والحكومة الإيرانية من خلال مؤسسة ناياك اللوبي المعروف في إيران ولكن الآن كما يبدو التزمت بعدم هذه الأفعال أو إذا مثلا ترامب أراد أن يقدم رسالة إلى النظام الإيراني يقدمها من خلال سحر نوروزادة هذه الوظيفة المعطاة إلى الجهات الموجودة الآن في الولايات المتحدة وأقصد الإيرانيين الموجودين هنا ولكن اللوبي الآن في أضعف حالاته لا يستطيع فرض السياسة اللازمة على الإدارة الأمريكية وهناك نقطة جدا مهمة تتعلق بالاتفاقية النووية يعني في زمن أوباما الاتفاقية النووية فرضت على الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط يعني الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت تابعة للاتفاقية النووية يعني هناك وضعوا غيود على أمريكية من خلال الاتفاقية النووية الآن الكونغرس الأمريكي ومن بعده الإدارة الأمريكية تسعى إلى الخروج من هذه الغيود التي وضعت من خلال الاتفاقية النووية فصل ملف النووي عن سياسات إيران في المنطقة هذه ستكون مسألة جدا طيب اسمح لي هنا أيضا في السابق هذه النقطة في السابق أوباما عندما برر سياساته واستراتيجياته ادجاه إيران قال بأن ضربة عسكرية الحرب مع إيران هذا كله لا يجدي نفعا وأن هذا ربما يورط أمريكا في حرب طويلة لأنه أخذنا الدرس من العراق وغيرها لكن إلى أي درجة هناك قناعة لدى المسؤولين الأمريكيين بأن التعامل مع إيران يجب أن يكون بحزم حتى لو كانت تكلفة ذلك باهظة يعني انظروا إلى ما قاله بنجامين كاردين وهو بنجامين كاردين هو ديمقراطي وليس جمهوري قال أفعال إيران بعد الاتفاقية النووية أصبحت أسوأ من ما كانت عليها في زمن قبل الاتفاقية وهو السيناتور في مجلس الشيوك وهذا يعكس أن هناك مجموعة كبيرة حتى من الديمقراطيين يعتقدون ما كان يقوله السيد أوباما حول سياسته تجاه إيران كانت سياسة خاطئة لم تقير أفعال إيران تجاه المنطقة هناك أوباما كان يوعد الديمقراطيين بأن بعد الاتفاقية النووية سيحصل تغيير أساسي في سياسة إيران في المنطقة ولكن الآن كل الوثائق وكل المتمسكات تقول بأن إيران تفعل كل شيء لتخريب المنطقة شكرا جزيلا لضيفي من واشنطن الباحث السياسي دكتور حسن هاشميان